سيدة أسترالية عنصرية تهاجم أسيويين داخل قطار حسب ما أفاد شهود عيان فإن سو ويكلينز البالغة 55 عاما غضبت من أطفال رفضوا تخلي عن مقاعدهم لها وانقلبت الإمرأة من النواح إلى العنصرية عندما دافعت الأم عن أطفالها وحاول رجل بجانبها مساعدتها أيضا حيث أخبرت الأم بأن عليها العودة إلى الصين وطبعا أهانت الرجل بقولها إنه يملك قضيبا صغيرا ولكن ليس قادرا على خوض علاقة مع سيدة أسترالية وقالت في مقابلة أنها قامت بذلك لأن يومها كان سيئا ولأنها بلا عمل ولأن الرجل خدعها وصرق مئة ألف دولار كانت بحوزتها يا لها من مسكينة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر